يأتي هذا فيما تجدد القصف الاسرائيلي على قطاع غزة عقب انتهاء هدنة الخمس ساعات وفي المقابل أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن قصف مستوطنة ومواقع عسكرية اسرائيلية بالنقب الغربي المحاذي لغزة أما حركة الجهاد فتبنت قصف مستوطنة سيديروت بثلاثة صواريخ كما قصفت ألوية ناصر صلاح الدين مدينة عسقلان شمال غزة بساروخي جراد كانت كتائب القسام قد تبنت عملية التسلل في منطقة صوف الاسرائيلية الحدودية بالنقب الغربي من خلال نفق عبر حدود غزة مع اسرائيل مؤكدة أن منفذ العملية عادوا جميعا بسلام حسب تعبيرها